عقدت هيئة مكتب البرلمان العربي للطفل اجتماعها في مدينة الشارقة بالتزامن مع انعقاد اجتماعي لجنة حقوق الطفل ولجنة الانشطة والفعاليات في مقر المجلس الاستشاري لامارة الشارقة وذلك على هامش انعقاد الجلسة الرابعة والاخيرة من الدورة الثالثة للبرلمان وتناولت الاجتماعات بحضور ايمان باروت الامين العام للبرلمان العربي للطفل محاور عدة منها مناقشة البرلمان لابرز المداخلات في جلسته الرابعة لموضوع حقوق الطفل في اتخاذ القرار والمسئولية الاجتماعية للعضو البرلماني الى جانب الاطلاع على ابرز الورش والبرامج التي جرى طرحها ونتائج الدبلومات التي عقدت بالتعاون مع جامعة الشارقة وتلاقت مع جهود البرلمان تحت مضلة جامعة الدول العربية في صناعة الطفل العربي القيادي وتأهيل الاطفال لخدمة اوطانهما وخلال هذه الاجتماعات تم التأكيد على اهمية دور البرلمان العربي للطفل كمنصة للحوار والتعاون بين الدول العربية لضمان تحقيق رؤية مشتركة تعزز حقوق ومكانة الطفل في المجتمعات العربية